بحيرة البجع حكاية من التراث القديم كان يا مكان في قديم الزمان كانت هناك بحيرة صغيرة جميلة فتوسط بلدة ريفية هادئة مكسوة بالغابات منذ مدة وهذه البجعات البيضاء تتردد على البحيرة كانت البجعات تنزل إلى البحيرة عند الغصق ثم تغادرها عند الفجر كان يعيش في هذه البلدة أمير يدعى سيغفريد وقد أقيمت حفلة كبيرة على شرف الأمير في ذلك اليوم لنحتفل بذكرى عيد ميلادك إيهو الأمير لا شك أن الملكة والملكة مسروران لبلغك سن الرجال في هذا اليوم رائع لقد بلغت سن الرجال هيا نحتفل بذكرى عيد ميلاد الأمير هيا أيها الرجال يحيى الأمير يحيى الأمير كان الأمير يشعر بسعادة بالغة إذ أن الجميع يحتفل بعيد ميلاده الثامن عشر وكانت فرحة الوالدين بابنهما لا تجاريها فرحة فلشد ما كانا يحبانه ويعتزان به شكرا شكرا والدتي أجمل التهاني يا سيغفريد بعد انتهاء حفلنا هذا ستصبح مفخرة الرجال بعد الحفل؟ لماذا؟ ما السبب؟ لأنك ستختار عروسا لك فهذه عادتنا أيها الأمير يجب أن تختار عروسك في الحفلة الأولى يا بني ماذا؟ لقد دعونا الكثير من الأميرات من جميع البلدان وجميعهن من أجمل الفتيات وما عليك إلا أن تختار واحدة منهن لتكون عروسا لك ربما لا تعجبني أية واحدة منهن أنت لا تختلف عن باقي أفراد الشعب يا سيغفريد يجب أن تعمل بعادتي هذا البلد طالما ستصبح ملكا عليه فهمت يا بني؟ حاغر كما ترين يا أمي وعلى كثرة الفتيات من حوله إلا أن قلب سيغفريد لم يغفق لأية واحدة منهن كنا بنظره مختلفات تماما عن تلك التي يبحث عنها هل ستأتي فتاة أحلامه إلى حفلة الغد يا ترى؟ شيء مستحيل هذا ما خطر في ذهن سيغفريد ومع ذلك كان عليه أن يختار واحدة من بين الحضور شاء أم أبا ماهوالonte�ة بجموعة wären ماهوالuster؟ مما فيisan سيغفريد أ가는 بجموعة لم تكن تلك البجعة في الحقيقة إلا فتاة جميلة ترتدي ثوبا أبيض انتظري لماذا هربت مسرعة؟ لماذا؟ أنا لست فتاة اعتيادي يا أيها الشاب نعم لم ترني بشخصي بجعة قبل قليل أنت البجعة إذن؟ ولكن لماذا؟ أنا الأمير سيكفريد أمير هذه البلاد أوضحي لي كل شيء لما كنت بجعة ثم أصبحت فتاة؟ لماذا؟ أنا أنا أوديت ملكة البجع ولقد أصبحت بجع بفعل الشرير رودبرد هذا ما حدثني بالضبط كانت أوديت أميرة تعيش في بلاد الشمال وكان الجميع يحبها نظرا لجمالها وطيبة قلبها لقد دعيت لحضور حفل أقامه أحد أمراء بلد مجاور لبلدها من أجل اختيار عروس له فسافرت أوديت لحضور الحفل بصحبة وصيفاتها وهناك وقع اختيار الأمير عليها وتقدم الجميع لتهنئتها باستثناء فتاة واحدة تدعى أوديل كانت أوديل التي اعتادت المفاخرة بجمالها والاعتزاز به ابنة لرجل شرير يدعى رودبرد وقد عقد رودبرد العزم على أن يتآمر على سعادة أوديت نظرا لروح الشر التي تسكن قلبه أنا محظوظة فالن الجميع يحبني الجميع يحبك يا لك من فتاة واهمة مغرورة لا وجود للحب في هذه الدنيا أبدا لقد اختارها الأمير بدلا مني لما لا تفعل شيئا يا والدي أنا لا أحتمل هذا أبدا لا أحتمل لا أحتمل دعي الأمر لي يا ابنتي سألقي بها في عالم البؤس والضياع هذه اللحظة نعم سأفعل ذلك قلال ستذهبين في رحلة بعيدة هذا اليوم يا أودين وسترين بأم عينك إذا كان الحب الحقيقي موجودا في هذا العالم أم لا وسينتهي غضب عليك إذا كان موجودا وعندها سأخسر كل شيء ماذا تقول الحب الحقيقي لو كان موجودا لما كنا هنا بل في أعماق تلك البحيرة منذ زمن بعيد هيا اذهبي بحثا عن الحب الحقيقي في أرجاع العالم كله وهكذا تحولت أوديت ووصيفاتها إلى سرب من طيور البجع وهكذا وبعد أن أصابتنا نقمة روتبارد أصبحنا نعود إلى سابق عهدنا في الليل كي نغضو من البجع في الصباح فهمت الآن صديق عهدنا في السابق عهدنا في الانا ازداد اشتركوا في الانا اشتركوا في الانا وسرعان ما تحولت باقي الطيور إلى فتيات جميلات ولكن الحزن بدى واضحا في وجوههم ولكن ماذا حدث للأمير الأمير الذي اختارك عروسا له لقد تزوج من أميرة أخرى بعد أن تحولت إلى بجاعة مباشرة أميرة جميلة جدا شيء عجيب حقا أين حبه لك إذن؟ ربما كان روتبارد على حق وربما لا وجود للحب الحقيقي لقد أبعنت لهذه الحقيقة كلا يا أوديت تعال إلى حفلنا مساء الغد سوف أختارك عروسا لي ما رأيك بذلك؟ ها؟ أنا؟ أجل فأنت الفتاة التي أبحث عنها منذ زمن بعيد هل هذا صحيح؟ أنا أحبك أكثر من أي شيء آخر يا أوديت وأنا أيضا أحبك كثيرا جدا هل أنت متأكد مما تقوله يا سيكفريد؟ أحقا لن تختار فتاة سواها غدا أخبرني هيا هل تحبها؟ أنا أحب أوديت ولن أختار سواها سأتذكر جيدا كلماتك هذه ولن أنساها أنت أيها شغير وأليك خنجري هذا خان لقصد الخنجر ها؟ أيها شغير سوف أحطم قواك الشغيران بقوة حبي سأنقذ أوديت بإذن الله سأنقذها وعانق الأمير أوديت التي كانت ترتعش خوفا وحزنا هنا يسكن الشرير روتبارد مع ابنته أحقا ما تقول يا أبي وهل تعود أوديت إلى سابق عهدها فتاة جميع يحبها الجميع لا أصدق أبدا هذا ما سيحدث إذا لم نحسن التصرف سيختار سجفر عن صده في حفل الليلة وينتهي كل شيء ألا تفعل شيئا هل تتركهما يعيشان بحب وأمان هكذا هل يقول مصرنا إلى قاعد حير لناشناك أبدا هذا ما سريد لا أصدق أبدا لا طبعا لا داعي للقلق أنا دي خطة محكبة نعم خطة تحوله دون سجفرين وودات نعم وجاء الليل وأوشك الحفل على البدء كان على سجفريد أن يختار عروسه من هؤلاء الأميرات الست لكن التوتر ألم به وأخذ ينتظر أودات بفارغ الصبر يجب أن ترقص الأميرات يا سجفريد ماذا تنتظر؟ هيا يا بني حاضر سيتزوج سجفريد بمن لا يحب إذا لم تأتي أودات إلى الحفل أودات احضري حالا وحالما تحولت أودات إلى فتاة ارتدت ثيابها وانطلقت مسرعة إلى القلعة بدأت الظنون تساور سجفريد وها هو يراقص الأميرة السادسة ولم تحضر أودات بعد وحان موعد اختياره لعروسه في تلك اللحظة عزفت الأبواق معلنة وصول ضيف آخر أودات أيها الأمير أودات كم أنا سعيد بقدومك هيا اشتركوا في القناة ما تأخرت هذا روتبارد وابنته ياترى هذا روتبارد وابنته ياترى وتعرفت أودات في الحال عليهما إنهما روتبارد وابنته أوديل ماذا أفعل؟ إنه يراقص أدال بدلا مني وهو لا يعلم بذلك أرجوك انظر إلى هنا يا عزيزي أنا أدالت أرجوك انظر إلى هنا ولكن نظر إليها رودبارد بدلا من سيجفري سيكون مصير خطته الفشل إذا ما ظهرت أوديت الآن لذا أطلق الشرير رودبارد ريحا قوية ليبعد أوديت عن سيجفريد أمي أبي لقد اخترت لي عروسا الآن ها هي عروسي وقد اخترتها سيجفريد سيجفريد لقد نجحت نجحت أوديت وهكذا وقع اختيار سيجفريد على أوديت لا شك أن حبك ليس قويا يا سيجفريد الحق ما تقول يا أبي فلقد ظنني أوديت يا لها من خطة دنيئة حقا لقد كتب على أوديت أن تبقى بجعة في النهار وأميرة في الليل يبدو أن أوديت في خطر يجب أن أحارب هذا الشرير مهما كلفني ذلك يجب أن أنقذها وانطلق سيجفريد مسرعا نحو البحيرة لعلمه أن رودبرد سيكون هناك مع أوديت أخرج يا رودبرد لقد أتيت إليك متحديا أخرج وقابلني حارا هيا 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 أنت خاسر لا محال يا سيجفريد فأرى القبيلة التحدي خل هيا 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 ها هيا هأن ه sente ها سأقضي عليك هذه المرة يا شيك فريد أرجوك انتظر يا روتبارت أرجوك لست مهتمة بما سيحدثني أرجوك لا تقتله أرجوك لا تفعل شيك فريد كم قلت غبيا لأنني لم أكتشف المؤامرة ولكن حبي لك لم يتغير سأقضي على روتبارت الشرير ولو كلفني ذلك حياتي سوف أنقذك يا حبيبتي سأرقذك لا تفعل ذلك فلم يستطع أحد أن يهزبه من قبل لنتركك تجازف بحياتك لا سوف أرسل بكم إلى العذاب سوية انتظر يا أبي ماذا تريدين لن أتمكن من تعذيبها إذا ماتت يا والدي سأنتقم منها بمعرفتي هذا صحيح سنبقي على حياتك إذا قبلت بالزواج مني يا شيك فريد فلا أظنك تفضل أن تموت من أجل أوديت إني أختار الموت على أن أفقد أوديت أختار الموت كلا لا تفعل ليتني لما كن هنا أوديت سيسي فريد أوديت أنت الآن ملك لي تعال هنا يا حبيبي كيف لي أنا عيشة بعيدا عنك يا أوديت كيف ولكنني سأذهب معك انتغريني أوديت أوديت أيها إلهي غير معقل عمر خريب فعلًا هذا هو الحب الحقيقي الحب موجود إذا وهكذا تحول الشرير واابنته إلى حجرين وسقطا في مياه البحيرة الهائجة وبذلك خسر الشرير الرهان عندما انتصرت إرادة الحب بين أوديت وسيجفريد عند ذلك تلونت مياه البحيرة بلون الشمس معلنة نهاية مأساة أوديت ووصيفاتها واستطاع حبهما القوي أن يقهر رودبارد الشرير ويبطل شره وعاش سيجفريد مع أوديت حياة ملؤها السعادة والهناء شكرا